بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الدقائق المعدودة نتوجه بكلمة إلى إخواننا طلبة العلم في بلاد الفلبين فهذه النصيحة موجهة لإخوتنا في هذه البلاد وهي عبارة عن كليمة مختصرة نعلق فيها على حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم هذا الحديث العظيم يبين عظم شأن اللسان ويبين كذلك الآثار المترتبة على ما يصدر من هذا اللسان سواء كان خيرا أو شرا فاللسان هو في الحقيقة نعمة لمن استخدمه في طاعة الله الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إذن هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده رزقهم هذا اللسان حتى ينطقوا به ويذكروا الله ويقرأوا كتابه ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وفيه من المنافع الشيء الكثير كذلك أيضا هذا الحديث فيه أن الكلام إذا كان مما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا هو المرغوب والمطلوب ولا شك أن أفضل الكلام هو ذكر الله وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله وتلاوة القرآن وفي المقابل أخبث الكلام هو الشرك والكفر بالله لهذا في كتاب الله ضرب الله مثلين لكلمتين كلمة طيبة وكلمة خبيثة قال الله في القرآن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إذن الإنسان إذا عرف حقيقة هذه النعمة لحافظ عليها وشكر الله سبحانه وتعالى عليها فبهذا اللسان ينطق ويتكلم ويبين فيقول الصدق ويقول الخير ويقول ما ينفعه فيأتي يوم القيامة وقد كتبت له من الحسنات الشيء الكثير لا سيما أن هذا اللسان ينطق أيضا بمكارم الأخلاق ولا يتكلم إلا بما ينفعه وينفع من حوله كذلك أيضا هذا الحديث فيه أن كل كلام يحبه الله فهو من رضوان الله لأنه قال لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فلو أنك قلت الحق ونصرت الحق وأمرت بالمعروف فهذا يكون له الجزاء الأعظم وفي المقابل كل كلام يبغضه الله فهو من سخطه وقد يموت الإنسان على كلمة وقد يقول كلمة واحدة توذي به إلى جهنم كما قال الله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فبحسب هذه الكلمة يكون الثواب ويكون العقاب لأنك قد تقول كلمة واحدة وفي قلبك من الإخلاص والصدق وهذه الكلمة موافقة للحق فيرفع الله سبحانه وتعالى شأنك بهذه الكلمة لا سيما إذا نصرت الحق فالناس بهذا اللسان يقولون الصدق والناس بهذا اللسان يقولون الكذب لهذا في كتاب الله أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وهكذا أيضا في قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب إذن اللسان من الآدات التي تكون سببا للكذب ونشر الكذب لأن الرجل قد يكذب الكذبة بلسانه فتبلغ الآفاق ومن أسباب عذاب القبر أن هذه الكذبة التي بلغت الآفاق سببت فسادا عظيما فكانت من أسباب عذاب القبر وهكذا أيضا يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله تراهم ووجوههم مسودة كما قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أشد الكذب هو الكذب عليه الكذب على الدين الذي يتقول على رسول الله كذبا فإنه يلج النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فعود لسانك على الصدق وعمل بالصدق وقل الصدق في لسانك وفي أفعالك وفي أعمالك وهكذا ربي أهلك وأولادك على الصدق فإن اللسان فيه آفات كثيرة لكن أشد هذه الآفات الكذب لا سيما الكذب على الله وعلى رسوله فهناك الغيبة والنميمة وقول الزور الشرك الكفر النفاق الرياء السمعة كل ذلك يصدر من اللسان هذا محله اللسان وهذا الحديث العظيم كما أنه أخبر أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله كذلك يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي به هذا الكلام في جهنم إذن هذا الحديث فيه التحذير من الكلام الخبيث وقد أشرت إلى أن آفات اللسان كثيرة جدا ولو أننا تكلمنا عن كل آفة لحتاج إلى محاضرات ومحاضرات وقد يتكلم الإنسان بلسانه وعنده من الفصاحة وعنده من البيان لكنه لا يستخدمه في طاعة الله وقد يكون الإنسان عنده من العي لا يحسن الكلام لكنه لا يتكلم إلا بالكلام الحق ولا يصدر منه إلا الحق فهذا اللسان خير من آلاف الألسنة من من يقول الكذب ولو كان فصيحا لهذا موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون وكان يدعو وحل العقدة من لساني فكان في لسانه شيء من الحبس وهذا من أصل الخلقة خلقه الله على ذلك وذكروا السبب أنه بسبب الجمرة التي أكلها هكذا في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب قصص الأنبياء ومع ذلك كان الله عز وجل يجعل لسانه ينطلق عند الدعوة إذا دعا إلى التوحيد لأن الله استجاب دعاءه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى كذلك أيضا في هذا الحديث يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من لسانه وأن لا يقل إلا الخير كما قال عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو فليصمت إذا ما قال الخير قد يقول الشر قد ينطق بكلمة كفر لأن هذه أعظم آفات اللسان النطق بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق وقد ذكر الله عز وجل كثيرا من كلام المنافقين والمشركين في كتابه كلا إنها كلمة هو قائلها لهذا قال الله عز وجل عن أهل النفاق يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهكذا قال عن أهل الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وذكر الله أنهم كانوا يقسمون بالله ويحلفون كذبا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا اليمين الغموس التي تكون سببا في أن ينغمس صاحبها في نار جهنم فاحذر من لسانك فأشد ما يعاقب عليه الإنسان هذا اللسان يوم القيامة وكذلك ما بين فخذيه الفرج فاحذر من هذين واتق الله في نفسك لهذا أخبر الله أيضا عن اليهود وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون فهذا هو الكفر الصريح ونسبة الولد وإضافة الولد إلى الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهكذا عائشة لم تسلم من ألسنة المنافقين فذكر الله قصة أهل الإفك وما قالوه فيها وذكر الله أيضا ما قاله المنافقون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم يخادعون الله وهو خادعهم ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول فهذا هو حال أهل النفاق لم يرزقهم الله القلوب السليمة رزقهم القلوب المريضة لأنهم يستحقون ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكانوا يصفون المؤمنين بأشد الأوصاف السيئة ويسلقوهم بألسنة حداد هذه ليست من صفات أهل الإيمان يفرغ لسانه للطعن في إخوانه يفرغ لسانه لسب إخوانه في مجالسه الخاصة أو العامة كأهل النفاق فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير كن مفتاح خير كن ممن يجمع الكلمة كن ممن يأمر بالمعروف كن ممن ينصح إخوانه في السر ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه إياك أن تكون كأهل النفاق الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون والذين يؤذون إخوانهم بالكلام والهمز والغمز والتلميح وبالإشارات ما عنده تلك الشجاعة لأن يكون ناصحا صادقا في نصحه فلا تجد من كلامه إلا مقالة السوء ولا تجد في مجالسه إلا الجهر بما لا ينفع والله عز وجل أمرنا أن نقول الأحسن والحسن وقول للناس حسنة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وهذا اللسان سخره لطلب العلم سخره لتلاوة القرآن سخره للذكر حتى تأتي يوم القيامة وصحيفتك مليئة بالحسنات انظر إلى السلف كيف طلبوا العلم وكيف جعلوا هذا اللسان للخير ولتحديث الناس بالسنة فكتبوا وأفرغوا ما في قلوبهم على ألسنتهم ثم أفرغوا ما في ألسنتهم في مصنفاتهم وكتبهم وما زلنا إلى اليوم ونحن ندرسها ونقرأها ونحفظها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فمعاذ ما كان يعرف أننا نآخذ بما نتكلم فسأله يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هذه النتائج والثمار هي التي تكون سببا لأن تتساقط الناس في نار جهنم بسبب ألسنتهم فهذا الحديث عندما نقرأه لا سيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يتعظ ويعتبر كلمة واحدة قد تتكلم بها تهوي بك في نار جهنم كلمة خبيثة تكون سببا للعذاب وأنت لا تشعر بها هذا دليل على أنه ليس شرطا أن تشعر بالكلمة ما دام أنك قصدتها وأردتها وأطلقتها من لسانك فتحمل ما سيأتيك من ذلك إلا من تاب وتاب الله عليه لكن أكثر ما يتكلم الناس إنما يكون في الناس في حقوق الناس الغيبة والنميمة وذكر الناس بما يكرهون الناس لا يسامحون يطالبون بحقوقهم يوم القيامة الأصل في حقوق الناس هو المشاحة والمطالبة بخلاف حقوق الله فالله غفور الرحيم كريم رؤوف يعفو ويصفح لكن عندما تأتي وخصمك الناس هذا اغتبته وهذا طعمت فيه وهذا شتمته وهذا قذفته وهذا أخذت ماله فهذا يأخذ من حسناتك وهذا يأخذ من حسناتك وهكذا حتى تفنى هذه الحسنات وستندم أشد الندم بسبب هذا اللسان والشجاع هو من ينصح الناس يتواصل معهم ينصحهم ينكر عليهم بأدب وبرفق يحرص عليهم يحب لهم الخير ويوم القيامة هذا اللسان نفسه يشهد عليك بما اقترفته بما اقترفته أيها المذنب كما قال الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فيختم الله على فيك وتتكلم كذلك الأيدي وتشهد الأرجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم أي أنها تنطق تنطق بما فعلت بها في الدنيا وأيديهم بما فعلت من بطش والأرجل بما فعلت من مشي وكل ذلك بما فعلت من معاصي ومخالفات إذن هذه كليمة مختصرة تعليقا على هذا الحديث وهو حديث عظيم وأنصح إخواني أن يكثروا من قراءة هذه الأحاديث التي فيها من الخير وفيها من التذكير والتذكر حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا